مرحبا بكم في قناة إينارة حيث نكشف لكم روائع هذا الكون ونتأمل في أسرار المخلوقات التي أبدعها الله سبحانه وتعالى بدقة لا توصف في هذا الفيديو سنروي لكم قصة غريبة ومذهلة في عالم النحل قصة تظهر كيف أن مخلوقا صغيرا بحجم عكلة الأصبع يمتلك نظاما وتنظيما يبهر العلماء حتى اليوم استعدوا لاكتشاف واحدة من أعجب غرائز الكائنات على وجه الأرض قصة الفأر الذي هاجم خلية النحل فحوله النحل إلى تمثال هل تصدق أن فأرا صغيرا يمكن أن يهاجم خلية نحل مليئة بالآلاف من الجنود الطائرة؟ لكن الأغرب ليس ما يفعله الفأر بل ما يفعله النحل بعد موته القصة تبدأ عندما ينجذب فأر جائع إلى رائحة العسل الدافئة المنبعثة من خلية النحل فيحاول التسلل إليها بحثا عن طعام أو مأوى لكن ما لا يعرفه هذا الفأر المسكين هو أنه دخل إلى منطقة الموت فما إن يشعر النحل بوجود دخيل داخل الخلية حتى يهاجمه بشراسة؟ عشرات بل مئات من النحل تلسعه في ثوان معدودة إلى أن يفقد حياته تماما لكن بعد أن يموت الفأر تظهر المشكلة الكبرى جسده كبير لا يمكن للنحل إخراجه من الخلية فماذا يفعل؟ هل يتركه ليتعفن وينشر الروائح والأمراض؟ الجواب مذهل النحل يبدأ عملية تحنيط طبيعية تفوق ذكاء البشر يغطي الجثة بمادة يصنعها بنفسه تعرف باسم بروبوليس أو سمغ النحل هذه المادة يصنعها من راتين الأشجار وشمع النحل وتتميز بخواصة خارقة مضادة للبكتيريا والفطريات تمنع الرطوب والتحلل وتعزل الجثة بالكامل عن باقي أجزاء الخلية وبطبقات دقيقة ومحكمة يغلف النحل الفأر حتى يتحول إلى ما يشبه تمثالا صغيرا داخل الخلية لا رائحة، لا جراثيم، لا خطر سبحان الله نظام دقيق، غريزة مذهلة، ودروس عظيمة في النظافة والتنظيم والطاعة الجماعية إنها ليست مجرد حشرات، بل جنود تعمل وفق نظام إلهي لا يختل أبدا حقا سبحان الذي علمها ما لم تعلم إذا أعجبك هذا الفيديو فلا تنسى أن تدعمنا بزر الإعجاب فهو يساعدنا في نشر هذا النوع من المحتوى الهادف والملهم واشترك الآن في قناة إنارة لتكون جزءا من رحلتنا في اكتشاف أسرار هذا الكون المدهش ولتصل إليك دائما كل قصة جديدة تنير عقلك وتلمس قلبك واكتب لنا في التعليقات هل كنت تتخيل أن للنحل هذه الدرجة من الذكاء والنظام؟ ترجمة نانسي قنقر